الى الاخوة البنشارجية الاخوة اصحاب محلات التايرات والويل كابات وفي فورنا لكم حرفيا اعلى واحدث جهاز بالعالم لبرمجة حساسات التايرات جهاز الوتيل الماكسي تي بي ام اس الاي تي اس 600 الاي تي اس 600 اجا احدث جهاز من شركة اوتيل اجا بالشاشة اللمس واجا بالفيشة لبلوتوث عن حاليا رابطين فيشة بلوتوث بالسيارة وعن طريق هذا الفيشة يرتبط جهاز برمجة حساسات التايرات الاي تي اس 600 ويا فيشة البلوتوث وبس هي بربط واي فواي تحديث لمجاني مدى الحياة ويقدر يسوي لكم حساس التاير ما للسيارات الكهربائية اول جهاز بالعالم يقدر يبرمج حساس تاير ما للسيارات الكهربائية الاي تي اس 600 ايضا شركة اوتيل وفرت ان حساس تاير جوكر هذا حساس التاير يشتغل على تسعة وتسعين بالمية من انواع السيارات بالعالم وطريقة برمجة كل سهلة خلنا نبدو اياكم بهذا الفيديو الطريقة برمجة حساس التاير في جهاز الاي تي اس 600 طريقة البرمجة سهلة جدا تيجي اول شي الى فقرة تي بي ام اس تيجي تختار هنانا وارد السيارة طبعا هاي واردها يوروب اي خليجي طبعا نيجي بكلمة يوروب الخليجي راح روح هنانا فوق وقول له اوتو فن راح يشوف الجهاز السيارة عن طريق رقم الشاصي مباشرة طبعا هذا الخيار اقعيد اكرر ترى هذا الخيار ما يشتغل على كل السيارات اكو سيارات يشتغل عليها هذا الخيار من رقم الشاصي و اكو سيارات الا انت تختار اسم السيارة ارجع اكررها انكم �! خيار الدخولي مباشر بالاوتو وارديكم سيارات لازم انت تروح تقول له مثلا على سبيل المثال كوريلا مثلاً 2015 مثلاً في لامو ديرا لا تقدر تضرش طبعاً احنا يانا حالياً سيارة الكوريلا 2024 دخلنا عليها عن طريق فقرة ونروح نقول لها بروغرام نروح نقول لها بروغرام نجيب الجهاز نطيني بالله الجهاز خلس أساعدك بروغرام ونقول لها اوتو كريايت راح نخلي حساسات يمه ونقول لها اوتو كريايت عن طريق فقرة ال اوتو كريايت راح ينزل البرنامج داخل هذه الحساسات الجوكر اللي احنا موجودة طبعاً هذه الحساسات هي فارغة خلي نختصرها عليكم كأنه عبينا الحساس برنامج عن طريق اوتو كريايت هنا الجهاز قال انه اكو اربع حساسات احنا نعم حطنا اربع حساسات يم الجهاز دي يقول لها تريد تنزل البرنامج بالاربع حساسات راح نقول له اوكي طبعاً طريقة جداً سهلة مجرد انه كبداية ننزل البرنامج بالحساس وبعدين نروح نشد الحساس بالتايرات وبعدين نفتر على التايرات ناخد مكاناتهم ونبرمجهم على السيارة حالياً لننزل البرنامج بالحساس اللي هو حساس التاير الطبعاً اكو مني يجي حليل و اكو مني يجي ربل بالجهاز اي تي اس ستمية يطالب الاجسة التس طويلة بالرقم صفر سبعة سبعة صفر خمسة ستة خمسة اثنين ثمانية ستة خمسة او رقم الثاني كورك صفر سبعة خمسة صفر سبعة صفر اربعة اثنين ثلاثة صفر وتسعة حالياً نزلنا الايديات بالاربع حساسات هذه اللي هي حساسات التاير ماركة الاوت يلا الجوكرا رح نروح نخليهم داخل التايرات والسيارة واكم magnets الفيديو هسا الروح وراها على فقره راي Sorry راح نيجي. على سيارة. راح يقول لك. روح على تاير السائق. يلا. روح لي على تائر السائق. وخلنا اخذ التردد مع تاير السائق. نقولنا تيجور. اخذنا التردد مع تاير الساق. خس جهازreso اي حولنا الى تاير السكن. روح ايضا لك دا تريد. اخذنا التردد مع تاير السكن. حاليا نحن نقول ل reactionsQue scal madure s sovugh. خلية كل حساس صار تردد من حساس التايرل خلف السكن وحاليا من تردد اخر شيء اللي هو اللي هو خلف السايق راح نقول لها تريجار هذي حاليا اخذنا الترددات ونقول لها وراها تكمل العملية وهذه الحساسات راح تتبرمج على السيارة بطريقة سهلة جدا بجهاز الاو تير الماكسي تي بي ام اس الاي تي اس ستمية احدث جهاز من شركة او تيل جهاز بربش حساس التاير الاي تي اس ستمية من شركة او تيل للطلب التسطوبين بالرقم 077-056-52865 لماعان الوسام الوكيل الرسمي والحصري لشركة او تيل في العراق